بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد تمنا سلسلة الفيديوهات عن أفضل برامج تحرير النصوص واليوم إن شاء الله سنرى برنامج براكتس الذي تم تطويره من قبل شركة أدوبي الشهيرة والبرنامج الآن مفتوح المصدر ما يعني أن مجتمع نهائلا من المطورين يساهمون في تحسين هذا المحرر إذن هنا الموقع الرسمي لبراكتس وتلقائيا سيتم التعرف على نوع نظام تشغيلك ويكفي الضغط على هذا الزر لتنزيل البرنامج على أين يمكننا الضغط على هذا الرابط لرؤية التنزيلات الأخرى هنا يمكننا التنزيل لماك أويس هنا التنزيل لويندوز وهنا تحميل الكود المصدري أو السورس كود هنا لويندوز وهنا لماك إذن نعود إلى الصفحة الرئيسية ونضغط على هذا الزر إذن بعد انتهاء التنزيل نقوم بالضغط على ملف التثبيت وندع هذه الخيارات كما هي نضغط على Next إذن بعد انتهاء التثبيت نقوم بتشغيل البرنامج إذن افتراضيا هكذا تبدو الواجهة الرئيسية لبرنامج براكتس ويمكننا إنشاء ملف جديد عن طريقة تهاب إلى قائمة file new أو open لفتح ملف أو open folder لفتح مجلد إذن نقوم هنا بإضافة صفحة ويب قمت بإنشائها سابقا في أحد الفيديوهات إذن open folder ونفتح هذا المجلد ويب بيتش يوجد داخل المجلد ملف واحد index.html إذن قبل الانتقال إلى الحديث عن الإضافات الرائعة والمهمة جدا لبرنامج براكتس سنقوم أولا بزيادة حجم الخط عن طريق الضغط على زر control وعلامة الزائد أو الذهاب إلى قائمة view ونختار هذا العمر ويمكننا أيضا استخدام control وزائد علامة ناقص لتصغير حجم الخط إذن لنقوم أولا بفتح صفحة الويب هذه من طريقة تهاب إلى المجلد ويب بيتش ونضغط على index إذا قمنا بإضافة paragraph آخر منه ونقوم بالحفظ لابد من الضغط على هذا الزر refresh لنرى التعديلات على هذه الصفحة وعلى عكس برامج تحرير النصوص الأخرى التي رأيناها مثل visual studio code وأتم قمنا بتنزيل أداة live server لكل المحررين ولحسن الحد أن أداة live server تأتي مدمجة مع البرنامج افتراضيا بمعنى أننا لا نحتاج إلى تنزيل أي إضافات ويكفي الضغط على هذه الإيقونة لفتح server محلي وينبغي التذكير أن هذه الأداة تشتغل فقط مع متصفح google chrome بمعنى أنه يتوجب عليك تثبيت متصفح google chrome في جهازك لفتح هذه الصفحة باستخدام server المحلي كما نلاحظ هنا إذن قمنا بإضافة paragraph آخر مثلا ونقوم بالحفظ نلاحظ هنا أنه تم تحديث صفحة الويب تلقائيا إذن بالإضافة إلى تحديث صفحة الويب تلقائيا من دون الإضطرار للتغط على هذا الزر أينما نضغط يتم تصليط الضوء عليه في صفحة الويب ويمكننا تعطيل هذه الميزة أو الخاصة عن طريقة تلابلة إذن لنقوم الآن بإزالة كل هذا المحتوى من صفحة الويب إذن من بين أهم الأدوات وأقوى الأدوات على الإطلاق لكل برامج تحرير النصوص هي أداة emit والتي لو تذكرنا في الفيديوهات السابقة يكفي الضغط على أعلامة استفاهم والضغط على زر طاب لإنشاء هيكل صفحة الويب إذن نلاحظ هنا أن هذا الاختصار لا يعمل الآن لكن لو ذهبنا إلى قائمة file وإكستانشن ماندجر أو يمكننا ببساطة الضغط على هذه الإيقونة إكستانشن ماندجر والبحث هنا عن أداة emit هنا الأداة إذن نضغط على زر install تم تثبيت emit بنجاح ضغطنا على close الآن لو قمنا مرة أخرى بإدخال علامة تعجب وضغط على زر طاب وواحد هنا تم إنشاء هيكل صفحة الويب وأيضا يمكننا استخدام باقي الإختصارات بمعنى مجرد الضغط على P وإدخال المحتوى والضغط على زر طاب تقوم الأداة بإكمال الوسوم الضرورية إذن هنا div إذن نلاحظ هنا الإختصار السابق div وداخله hi يليه paragraph وبداخلها نص لورم زائد وسم span وأضفنا أيضا paragraph بمعرف unique إذن إضافتنا على زر طاب يتم إنشاء كل هذه العناصر يتم إنشاء وسوم البداية والنهاية إذن هنا يتضح دور وأهمية أداة emit التي يمكن في الواقع عمل الكثير بواسطة هذه الأداة في وقت قليل وبجهة أقل إذن من بين الأضوات الأخرى المهمة جدا التي يمكننا إضافتها إلى brackets هي أداة تسمى source scripts نلاحظنا أن هذه الأداة تقوم بتشغيل مختلف أنواع السكريبتات java, python, ruby, javascript, pitch, peeper, coffee script إذن نقوم بتنزيل الأداة ينبغي دائما الانتباه إلى مطور الأداة لأنه قد تكون هناك أدوات أخرى أو إضافات بنفس الإسم وعدد التنزيلات حوالي عشرة آلاف إذن نضغط على install تم إضافة الأداة والآن لنقوم مثلا بإنشاء ملف python أو بالأحرى لنقوم بفتح مشروع جديد open folder ونضغط على demo وهذه هي نفس الملفات التي اشتغلنا عليها في الفيديوهات السابقة مع معررات النصوص visual studio code وأتم إذن هنا تطبيق python البسيط الذي يقوم بإتباعات كلمته low word إذن إذا قمنا بالتعض على هذه الايقونة run script نلاحظ هنا أنه تم فتح الكونسول أو موجه الأوامر في ويندوز مع طباعة الكلمة hello world لكن ينبغي التنبيه لأنه لابد من تثبيت برنامج البيثون لكي يتم فتح هذا الكونسول بتذهب إلى صفحة البايثون الرسمية وضغط على downloads python هنا يتم التنزيل إذن من دون تثبيت برنامج البايثون فلن تظهر لديك هذه النافذة أيضا من بين الأذوات الأخرى المهمة جدا التي يمكننا إضافتها هي أداة تسمى run script هنا الأداة من تطوير هذا المطوير dd-lasmono-potro إذن نضغط على install إذن لتشغيل هذا السكريبت على سبيل المثال يمكننا الضغط في أي مكان داخل المحرر هنا بالضغط على زر الموز الأيمن واختيار run script as وفي هذه الحالة لدينا ملف بايثون إذا قمنا باختيار run script as python ملاحظنا أنه لا يظهر لدينا أي شيء لأننا نحتاج إلى أداة أخرى سنقوم الآن بتنزيلها والأداة هي console أي إظهار موجه أوامر في برنامج brackets إذن نقوم بالبحث عن console إذن هنا الإضافة التي تهمنا Alexander Gura إذن نضغط على install الآن إذا قمنا بإظهار الconsole وعودنا إلى الأداة السابقة التي قمنا بتنزيلها run script ولاحظنا أن الأداة يمكن استخدامها لتشغيل PHP, Ruby, Perl, JS أو JavaScript إذن في هذه الحالة لدينا ملف بايثون إذا قمنا بالضغط على run script as python لاحظنا اللوج يتم امتباط الكلمة hello world بدل استخدام الأداة الأخرى التي تفتح موجه الأوامر الخاص بwindوز إذن من بين الأدوات الأخرى الرائعة جدا والمهمة في برنامج bracket سياء أداة تسمى custom work ونلاحظ هنا المطور أفريل أليخاندرو ونلاحظ عدد التنزيلات حوالي 500 ألف تقريبا إذن نضغط على install إذن نتركها كما هي الآن لأنه بإمكاننا العودة إلى تلك التعديلات بالضغط على هذه الإيقونة ثم هذه الإيقونة أيضا preferences ويمكننا تخصيص إعدادات هذه الإضافة إذن نلاحظ الآن أن هناك علامة تبويب هنا من خلال هذا الشريط بمعنى أنه لو فتحنا أكثر من ملف نلاحظ الآن أن هناك علامة تبويب على غرار برامج مثل visual studio code وأعطم ويمكننا أيضا إخفاء هذا الصيدبار أو هذا الشريط الجانبي تغطي على هذا السهم نلاحظ أن هذه الإيقونات كانت في السابق في هذا المكان وتحولت إلى أقصى اليسار أسفل الشاشة وبالإضافة لفتح علامة التبويب يمكننا أيضا ملاحظة أنه تم إضافة أي قونات النوع الملف نلاحظ هنا للPHP شعر PHP ونفس الشيء بالنسبة للHTML5 والبيثون وأيضا للخطوط والصور JavaScript وCSS أيضا إذن كما نلاحظ هذه الإدات مهمة جدا نواة رائعة وقوية لبرنامج براكتز إذن من بين الأدوات الأخرى التي يمكننا إضافتها إلى برنامج براكتز هناك العديد من الأدوات للغاة البرمجة الأخرى مثل PHP فمجرد إدخال كلمة PHP يمكننا يمكننا العثور على العديد من الأدوات المهمة جدا للغاة البرمجة PHP مثل PHP Syntax End نلاحظ هنا أدات مهمة PHP Debugger لتصحيح وإظهار أخطاء محتملة في سكريبتات PHP التي نقوم بكتابتها إذن هنا ملف PHP لتبعات الكلمة Hello World إذن من بين الأدوات الأخرى التي يمكن الإضافتها هي أدات Mini Fire ووظيفة هذه الأدات باختصار هي إزالة المساحة الفارعة والتعليقات من ملفات CSS وجواسكريبت الهدف الرئيسي منها هو تقليل حجم وتصغير حجم الملفات لكن ذلك يكون على حساب الكود بمعنى أن الكود يصبح غير مقرو أرى إطلاق كذا لنبحث عن Mini Fire إذن هنا الأدات Mini Fire نراحظ عدد التنزيلات إلى فوق 75 ألف إذن عند الضغط على Install يمكننا الذهاب إلى أي ملف مثل ملف CSS هذا أو هذا الملف إذن داخل أي ملف نريد عمل Mini Fire له يمكننا الضغط على زر الموصل أيمن وإختيار الأمر Mini Fire أو استخدام الإختصار Control-M ثم Mini Fire إذن نعود إلى Extensions ومن بين الأدوات المميزة جدا التي يمكننا إضافته وهي أداة Beautyfy التي رأينا مثلها تماما في برنامج Atom و Visual Studio Code إذن هنا الأداة من تطوير Draw Hamlet ونراحظ عدد التنزيلات حوالي مليون ونصف تقريبا إذن نضغط على زر Install ودي هنا ملف يمكننا القيام بعملية Mini Fire يدوية لهذا الملف بمعنى أن نمسح أو نهدف المساحات إذن كما نراحظ هنا الآن لدينا هذا الكود الغير المنظم وغير المرتب على الإطلاق وباستخدام أداة Beautyfy التي يمكننا الوصول إليها بالضغط على زر الموس الأيمن واختيار الأمر Beautyfy أو الضغط على Control وسائد الزر Alt والحرف B إذن الآن تم تجميل هذا الكود وتنظيمه وفق Style معين إذن نلاحظ أن كل تلك المساحات التي قمت بحذفها تم استعادتها إذن مرة أخرى بيوتيفاي إذن نفس الشيء مع ملفات CSS الأخرى وحتى ملفات HTML يمكننا استخدام هذه الأداة بيوتيفاي إذن نفس الشيء ما عامل في سابسكريبت يمكننا استخدام بيوتيفاي لتجميل وترتيب وتنظيم الأكواد إذن من بين الأدوات الأخرى المهمة جدا التي يمكننا إضافتها إلى Brackets هي أداة CSS Color Preview وهنا هذه الأداة من تطوير نضغط على Close الآن يمكننا تذهب إلى ملف مين.css قبل التمكن من إظهار الألوان داخل أي ملف CSS مثل هذا الهيكس كود يمكننا التذهب إلى View ونضغط هنا على Enable CSS Color Preview إذن الآن يتم إظهار هذا المربع في نفس السطر الذي يتواجد به لو نلاحظنا هذا الهيكس كود ولون أزرق ونفس الشيء هنا أحمر وهنا لون أسود إذن من بين الأدوات الأخرى التي يمكننا إضافتها إلى Brackets هي أداة Minimap التي رأينا مثل هذه الأداة في الفيديوهات السابقة مع Visual Studio Code وأتم إذن نضغط على Install نلاحظ هنا المطور الأداة هو Cinco Anton إذن Install إذن نلاحظ هنا هذه القريطة المصخرة التي يمكننا استخدامها لتصفح الكود لنرى مثالا فعليا لأهمية أداة Minimap إذن لنفترض أننا نريد التهاب إلى أعلى صفحة الويب هذه فيستغرق منها بعد الوقت للوصول إلى أعلى الصفحة هنا لكن باستخدام الميني ماب يمكننا الضغط على هذه المساحة المضللة والتمرير سريعا إلى الأسفل بسهولة أما أو إلى الوسط وسط الصفحة أو الأسفل إذن مهم جدا أداة مثل Minimap ومن بين الأدوات الأخرى الرائعة في أداة Auto Prefixer وهنا الأداة حوالي 500 ألف تنزيل إذن أترى Install والAuto Prefixer تعني أن هذه الإضافة تقوم تلقائيا بإضافة لاحقة متصفحات الويب المختلفة لعبارة CSS التي تقوم بكتابتها إذن لو عدنا إلى ملف main.css هناك خصائص لا يتم دعمها خصائص CSS الحديثة لا يتم دعمها من قبل كل المتصفحات لذلك تحتاج إلى لاحقات مثل موز موز مثلا Transition إذن للمتصفحة الذي يدعم الخاصية Transition على سبيل المثال يمكننا استخدام فقط Transition ونستخدم مثلا hold 5s بالنسبة للإصدارات التي لا تدعم هذه الخاصية يعني يجب استخدام Prefixer موز ونفس الشيء بالنسبة لجوجل كروم نستخدم ويب كيت لجوجل كروم ومتصفح سفري لمعكو اس ونستخدم الحرف O لمتصفح Opera و EMS لمتصفحات Microsoft مثل Internet Explorer أو Microsoft Edge لنقوم بحثف هذا السطر إذن قبل استخدام أداة Auto Prefixer يمكننا أن نذهب إلى قائمة Edit وكما نلاحظ هنا العديد من الأوامر مثل Beautify لتجميل ملفات CSS و JavaScript ونلاحظ هنا أنه بدلا من القيام بالعملية يدويا باستخدام العمر Beautify أو Ctrl Z يمكننا تفعيل هذا الخيار ليتم تجميل الملف تلقائيا عند الحفظ وأيضا نفس الشيء بالنسبة لأداة أو إضافة Auto Prefix هنا يمكننا تفعيل هذا الخيار لتشتغل هذه الأداة عند حفظ الملفات إذن كما نلاحظ هنا يمكننا البحث بمجرد من دون كتابة أي شيء هنا فقط في التمرير نحو الأسفل لتصفح مثلا أداة مثل Can I Use مهمة جدا لحصول على بيانات من موقع Can I Use.com لمعرفة دعم المتصفحات للخصائص التي تقوم باستخدامها أيضا نصوص لوريم بسم هذه الأداة تقوم بتوليد النصوص هنا يمكننا تنزيل هذه الأداة لإظهار indent guides بمعنى هذه المساحات قبل سطور الكود سيكون هناك سطور أو نقاط لإظهار تلك المساحة بين الكود وبين الحاشية اليسرى هنا بداية السطر ويمكننا دائما العودة إلى موقع Brackets Brackets.io Extensions لتصفح الإضافات هنا مع وصف لكل إضافة هنا العديد والعديد من الأدوات ويمكننا معرفة الإضافات الأكثر شعبية هنا أداة emit beautify file icons indent guides والسبب في عدم تنزيلي لهذه الأداة file icons هو أنني استخدمت الأداة الأخرى custom work و custom work بالإضافة إلى هذا الشريط وهذا الشريط الجانبي أيضا الذي يمكن إخفائه وإظهاره هناك أيقونات أيضا لكن إذا لم تكن تفضل هذه الأداة يمكنك تنزيل أداة file icons أيضا indent guides التي رأيناها للتو gate أيضا للأشخاص أو المطورين الذي يعملون على مشاريع في gate هنا الأداة to prefixer وهنا double 3c validation وهنا يمكننا معرفة أحدث الإضافات لbrackets إذا من بين الأشياء الأخرى المتوفرة والمتوقع من أي محرر نصوص حديث هي Themes ويمكننا الذهاب إلى view وضغط هنا على themes هنا تظهر كل Themes المتوفرة مع حجم الخط ونوع الخط لاحظنا على الخط المستخدم في Brackets و source code pro يمكننا تغيير هذا الخط بإدخال الخط المفضل هنا ويمكننا تغيير الخط إلى 16 مثلا وتغيير الثيم إلى dark أي الثيم الأسود ويمكننا العودة إلى قائمة extension manager أو الضغط على هذه العقونة والانتقال إلى علامة التبويب Themes لتصفح الثيمات التي يوجد العديد والعديد منها لنكتب مثلا Visual Studio Code لمن يفضلون الثيم الشبيه ب Visual Studio Code إذن بالعودة مرة أخرى إلى themes وأولا لنقوم بإعادة تشغيل Brackets والان view themes لسبب ما لا تظهر هذه الهدف Themes الذي أضفناه إذن نعود مرة أخرى إلى themes ونكتب مرة أخرى Atom لإضافة Themes الخاص ببرنامج Atom ويمكننا كتابة شيء مثل Dark لإظهار كل الثيمات السوداء مثلا Monokai هذا الثيم المستخدم في برنامج Sublime Text البرنامج الآخر الشهير في تطوير الويب إذن الآن نتعود إلى view themes الآن على الأقل نرى بعض الثيمات إذن لنجرب أولا Atom Dark Theme نلاحظ هنا Themes نجرب Atom Light Theme نلاحظ هنا هذا الشكل مثل برنامج Atom ثم نجرب الثيمة الآخر Monokai واحد هنا مثل برنامج Sublime Text تماما إذن هناك العديد من الأدوات أو الثيمات يمكننا تصفحها هنا Light مثلا للبحث عن الثيمات البيضاء ويمكننا دائما العودة إلى الثيمة الإفتراضي لبركتس أيضا بالعودة إلى قائمة الإضافات هنا سنرى الإضافات التي تم تثبيتها ويمكننا تعطيلها هذه الأدوات بالضغط على تسريب أو إزالتها نهائيا بالضغط على Remove وبعدها كل عملية إزالة لأي إضافة سيتوجب إعادة تشغيل برنامج براكتس أيضا هنا Default أو الأدوات المفاعلة تلقائيا أو التي تأتي مع برنامج براكتس هنا العديد من الإضافات المهمة جدا للبرنامج براكتس إذن أكتفي عند هذا الحدوى في الفيديو القادم إن شاء الله سنرى محرر نصوص آخر قوي جدا وهو Sublime Text أراكم لاحقا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا